سيد يقول هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل وماذا تفعل إذا كان شعرها طويلا؟ هل تمسحه إلى نهايته وترجع أم يكفي مسعه إلى حد رأس الرجل؟ نعم يجب أن نعلم أن الأحكام الشرعية تتفق فيها النساء مع الرجال والرجال مع النساء إلا ما قام الدليل على التفريق بينهما وعلى هذا فالمرأة يشرع لها في مسح الرأس ما يشرع للرجل حتى ضع يديها على مقدم الرأس ثم تردهما إلى قفاه ثم تردهما إلى المحل الذي بدأت منه كما يصنع الرجل ولا يلزمها أن تمسح إلى أصل الرأس بل إنما تمسح إلى حد منابط الرأس وكذلك الرجل لو كان له شعر طويل إلى الكتفين فإنه لا يلزمه أن يمسح إلا على قدر منابط الشعر فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر